بعد أن لوحت الحكومة الهندية باستجابتها للمطالب التي دعا إليها السياسي الهندوسي يوغي أتيتياناتا المعادي للإسلام والمنتمي لحزب بهارتيا جانتا الحاكم في الهند والذي طالب الحكومة الهندية بإلغاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين خلال مؤتمر هندوسي في مقاطعة بيليا في ولاية آتر برديش الهندية احتج عشرات الآلاف من الفتيات والنساء المسلمات في الهند في تظاهرات نظمنها للتنديد بتدخل الحكومة المركزية في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقد قمنا برفع شعارات مثل نحن نحب الشريعة نحن راضون عن شريعتنا نريد قانون الأحوال الشخصية الإسلامية الشريعة هي الأكسجين للمسلمين التظاهرات وصفت بأنها الأكبر للمسلمات في الهند والتي استمرت خلال اليومين الماضيين في ولاية كارنتاكا ومناطق أخرى وسط تصاعد مستمر ضد أي تدخل من الحكومة في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين تقرير سجار الحكومي قال إن المسلمين في الهند يعانون من نقص ملحوظ في تمثيلهم في مختلف مناطق الحكومة والمجتمع حيث كشفت اللجنة في تقريرها أنه في ولاية غرب البنجال التي يشكل فيها المسلمون نسبة 27% من السكان يشغلون أقل من 3% من الوظائف الحكومية كما وجه التقرير لاتهام للحركات الهندوسية وحزب المؤتمر بتأجيج المشاعر الغاضبة ضد المسلمين والذين بلغ عددهم قرابة 84% من السكان بعد أن قسمت بريطانيا الهند وتوقعت الأمم المتحدة أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكانا بحلول عام 2022 وأن تتخطى الصين